من واشنطن أيضا رامي جبر المراسل القاهير رامي أهلا بك فيما ارتبط بهذا المعاد الذي حددته الولايات المتحدة بأنه قد يكون قبل الخميس القادم ما هي سندات الولايات المتحدة في تحديدها لهذا التوقيت الزمني مرحبا تامر الولايات المتحدة استندت في تقييمها على بعض المشاهدات وبعض المعلومات الاستخباراتية التي لم تفسح عنها أو رفض بمعنى أصاح جون كيربي مسؤول اتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض أن يفسح عنها اليوم من المنصة ولكن هناك معلومات أيضا استخباراتية أخرى إسرائيلية ربما يعني شبه مؤكدة بأن الهجوم الإيراني سيكون خلال الأيام المقبلة حتى قبل يوم الخميس اليوم الذي من المفترض أن تنعقد فيه مفاوضات أو تستأنف فيه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بعد البيان الثلاثي الأخير الذي أصدره قادة كل من مصر والولايات المتحدة وقطر الولايات المتحدة تشاطر إسرائيل في هذا الاعتقاد وتشاطرها أيضا في مخاوفها من ضربة إيرانية كبيرة ومنسقة ومتعددة بمعنى أنها قد لا تكون من إيران وحدها ولكن قد يشارك أيضا في هذه الضربة وكلاء إيران في المنطقة أو من تسميهم كذلك الولايات المتحدة وكلاء إيران في المنطقة مثل حزب الله والحثيين وكذلك الجماعات العراقية الموالية لإيران الولايات المتحدة ورغم عدم علمها بتوقيت محدد بدقة لهذه الضربة ولكن نقلا عن أكسيوس التي نقلت بدورها عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين إنها قولهم إن هذه الضربة ربما لن تكون الليلة ولكن السائد في الأوساط الاستخباراتية الإسرائيلية والتي انتقلت بدورها أو هذه المعتقدات التي انتقلت بدورها إلى الأوساط الاستخباراتية الأمريكية هي أن الضربة ستكون خلال الأيام المقبلة قبل حتى مفاوضات يوم الخميس بشأن وقف إطلاق النار في غزة الولايات المتحدة لا تعلم التوقيت بالتحديد كما قال جون كيربي أيضا ولكنها ستكون مستعدة لكل السيناريوهات ولذلك نرى هذه الاستعدادات العسكرية الضخمة التي ربما نراها للمرة الأولى منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 للمرة الأولى نرى هذه الترسانة العسكرية الأمريكية الضخمة موجودة في منطقة الشرق الأوسط